بيبدأ المسلسل في زمن انتشر فيه فيروس خطير جدا وتسبب في موت معظم البشر اللي على الأرض واللي فضلوا أحياء من المرض اتصابوا بالعمى حتى الأولاد اللي بتتولب من نسلهم بتورس نفس جينات مرض العامى وبعد مئة سنة وصلت البشرية للأسف للنقطة صفر وتحولوا القبائل البدائية بيحكمها ملوك ظالمين وبقى المبصرين في العالم ناس قليلة جدا لدرجة ان العميان بيخافوا منهم وبيقولوا عليهم صحرة وعشان كده حصلت معركة كبيرة بين البشر والمبصرين لحد ما انتهت انهم اخيرا هيتعايشوا في سلام مع بعض ولكن في ناس قليلة جدا اسمهم صيادين الصحرة رفضين فكرة التعايش في سلام مع المبصرين وعشان كده الحرب مازالت مستمرة ما بينهم ولكن بشكل اخف بكتير عن الاول المهم بنرجع للحضر مع بنت مبصرة اسمها رين وبتكون موجودة مع جيشها اللي اسمه ألترافينتي وقت ما بيحربوا مجموعة من متمردين وبنعرف ان رين ديت تبقى هي الوحيدة اللي مبصرة فيهم ورغم كل ده الا ان المتمردين كانوا اقوى من جيشها وقدروا يهزموهم وساعتها قررت رين هي وما تبقى من جنودها انهما يستخبوا في مكان بعيد لحد ما يوصلهم الدعم على الجانب الاخر بقى بنشوف ملكة سابقة اسمها كين وبتولد وقتها في الاصر الملكي وبتكون كين مرعوبة جدا لانها يتحكم عليها بالاعدام بعد الولادة وبيكون معاها وقتها اختها مجرة واللي بتبقى هي الملكة الحالية لمدينة بينسا وبنعرف ان مجرة مخلفة اتنين مبصرين اسمهم كوفن وهانيوة لانها اتجوزت من شخص مبصر اسمه جيرلا وجيرلا دوت هو السبب الرئيسة اصلا في العداوة اللي قامت بينها وبين اختها المهم بعد شوية بتقدر كين انها تخلف الولد وبصحة كويسة هو بتكرر انها تسمي الولد وولف وبتكون كين عشمانة جدا ان ابنها دوت يطلع ولد مبصر لانها خلفته من شخص عنده نعمة البصر المهم بتطلع مجرى بالطفل للورد هارلين وجون قائد جيش مملكتها وساعتها بيطلب منها هارلين انها لازم تنفس حكم الاعدام على اختها بما انها يعني خلاص خلفت فبتقول لهم مجرة بلاش نتسرع في تنفيذ الحكم خصوصا كمان ان كين مطلوبة من جيش ألترافينتي لان هي السبب في الحرب اللي حصلت ما بينهم معانا ومن حصن حظهم انهم فازوا على جيش ألترافينتي بمساعة جزعة بابا فوز واللي يعتبر من اقوى المحاربين على وجه الار ينتقموا من كين باي طريقة لان هي اللي فتعلت الحرب فبيقول لها هارلين ماينفعش تسمح لعاطفها انها تتحكم في القانون وده كان اتفاقه وموضوع اعدام اختها كين كان اتفاق قصاد المملكة كلها فبيقترح عليها القائد جون انهم ماينفزوش حكم الاعدام وانهم بقى يسلموها الجيش ألترافينتي وهما يتصرفوا معاها وبالفعل بتوافق مجرى على اقتراحهم بشرط ان كينها تفضل في الاصر لحد ما بنها يخلص فترة الرضاع وبيكون ده هو القرار النهائي بالنسبة لها وبعدها بتسيبهم وبتمشي فبتروح بعدها لاختها كين وبتعرفها باللي حصل وبتشكرها كين جدا على قرارها بس مجرى بتعرفها ان فترة عقوبتها متلاقيتش لكنها تتأكل بس عشان صحة الولد مش اكتر المهم بقى بنرجع من تانر رين بعد ما بيوصل لها الدعم وبيكون معاها علم مجنون من حكام ترافينتي اسمه ترماضة واللي بيقول لها انهم ماينفعش يخرجوا بجنود تاني بعد كده في اي مكان مجهول لانهم للأسف خسروا كتير جدا من جيشهم وده في وقت الحرب ضد بابا فوز على مملكة بنسا وبيتهمهم انهم جنود فشلين لانهم مايدروش يدفعوا عن نفسهم والكلام ده طبعا بيدايق كل الموجودين معه دارين هو اللي بتكون اصلا مع مملكة بنسا لكن نعم مش هتقدر تسيب منصبها كقائدة للجيش المهم بيخلق ترماضة مع رين لبرا وبتتفاجئ انه معاك قنابل ومتفجرات فبتسأله انت قدرت تصنع كل ده امتى وازاي فبيعرفها ان اولاد جيرلا كانوا مبصرين وساعدوه في صنع القنابل وده لان كان عنده ابن شاتر جدا في صنعها وده بفضل قراءته للكتب القديمة بتاعت العالم قبل ما ينتهي المهم بعد شوية بيوصل باقي متمردين من بعيد على المعسكر بتاع الترافينتي فبتتخضرينه وتقولهم انهم لازم يعربوا لكن نعم بتلاحظ ان بمجرد ما متمردين بيقرب بينفجروا كلهم بسبب حقول الالغام اللي كانت مزروعة في الارض وبعدها بيروح ترموضة عشان يتأكد لو لسه فيهم حد عايش ولا لا وساعتها بيقول لرين انه عارف من زمان قوي ان عندها نعمة البصر لان القائد ايدو فوس قبل ما يموت قاله على السر دول فبتتصدم رين جدا وبتفكره ان هي موتها لكنه بيعرفها ان ما فيش اي داعي للخوف لانه كده كده محتاج لمساعدتها في السيطرة على مملكة بينسا بس قبل ما يسيطر على مملكة لازم يخلص الاول على بابا فوس انتقاما منه على انهاء حيات اخوه الملك ايدو فوس وده وقت الحرب اللي حصلت على بينسا هو بنعرف ساعتها ان بابا فوس وايدو فوس في الاصل اخوات لكنهم عاشوا طول حياتهم عملين يحربوا في بعض وده بسبب طرق قديمة بينهم ادى العداوة نهايتها كانت موت حد فيهم هو بيقول لها ترموضة انه هيسبها هنا مع ألومان تحت حراسة رجالته لحد بقى ما يروح عشان يخلص على بابا فوس وبعدها يرجع من تاني عشان يبدأ في السيطرة على بينسا بالقنابل اللي معاها واول ما رين بتسمع كلامه بتكون قلقانة جدا على مملكة بينسا وده لان صاحبتها هانوة هنا واكيد مش هترضالها الموت لها هي ومملكتها خصوصا كمان ان هانوة اطلقت صراح رين وقت الحرب وساعتها جيش بينسا كانوا هياخدوها رهين عندهم لولا ان هانوة اطلقت صراحها فبتكرر انها توجي الطريقة عشان تمنع بيها اللي بيحصل دوت قبل ما تخسر صاحبتها هانوة على الجانب الاخر بقى بتكون مجرى قاعدة على الغداء هي وعيالها كوفن وهانوة وبتعرف ساعتها انهم دايما بيتعرضوا للشتيمة والهجوم من الشعب بسبب انهم مبصرين وبيكونوا رميين اللوم على والدتهم لان هي السبب ان والدهم بابا فوس سابهم وهرب من مملكة فبتنهار مجرى بسبب كلامهم وبتقولهم ان بابا فوس ماشي لانه كان رافض اصلا انها تبقى ملكة وكان عايزهم يعيشوا في مكان معزول وبعيد عن دوشة الناس وده طبعا للأسف ما كانش هينفع لانها دلوقتي هي الملكة الوحيدة المتبقية بنروح بقى بعدها البابا فوس وقت ما بيكون ماشي في الغابة وبدكون حياته تقريبا شبه انتهت من بعد ما ساب أسرته وقرر ان يعيش مع صاحبه رينجر وأسرته في بيت معزول وسط الغابة المهم في يوم رينجر بيسأل بابا فوس انت ليه سيبت أسرتك على الرغم يعني انهم كانوا كل شيء عندك في الحياة فبيقولوا ان ده أحصل لهم دلوقتي خصوصا ان وجودة جنبهم دايما بيسبب لهم مشاكل بس رينجر بيعرفوا انه غلطان ولازم يفكر في رجوعوا ليهم من تاني لانه في الأساس كان مسؤول عن حمايتهم المهم بالليل بيتجلهم بنت اسمها ابوه واللي كانت واحدة من جنود بابا فوس زمان وبتطلب من بابا فوس ان يرجع لأسرته لانهم محتاجينه دلوقتي خصوصا ان المدينة بانسة بدأت تكره وجود أولاده المبصرين معاهم ولكن بابا فوس بيكون رافض الموضوع لان مجرى خلفت كلامه وقررت انها تفضل في المملكة بنروح بقى بعدها لهانيوة وبنشوفها ماشية مع واحدة من حراس المبصرين اللي اسمها شارلوت وساعتها بتشوف صيادين الصحرة وقم بيعديموا شخص عنده نعمة البصر بس بتلاحظ هانيوة ان الشخص اللي يموت دوت أعمى زيهم بالزبط فبتحاول تقول القائد شان ان الشخص ده بريه لكنه بيشك فيها ان عندها نعمة البصر لانها تكشفت حقيقته فبتعرفوا انها بنت الملكة مجرى وعندها فعلا نعمة البصر وبتطلب منه انه يسيب الراجل ده في حاله فبيستهزق بيها القائد وبيقول عليها سحرة وبسبب كده رجالته بيمسكوا هانيوة عشان يحرقوها لكنها بتفلت منهم على آخر اللحظة وبتساعدها الشارلوت على الهروب وفي نفس الوقت بتكون الملكة مجرى في اجتماع مع الوزراء وبيتفعل استقبال السفيرة تروفر من مملكة ألترافينتي وده عشان يسلموا اختها كين ليها بس اعضاء المجلس بيكون رفضين يثقف ألترافينتي لانهم الشعب خايم بطبعهم بس هارلين بيسيطر على الوضع وبيقدر يقنعهم وبعد الاجتماع بيروح هارلين لمجرى وبيطلب منها ما تخلفش كلامها المراضي وإلا بقى هتحصل حرب كبيرة جدا فبتوافق مجرى على كلامه وفي تاني يوم بتوصل السفيرة تروفر على مملكة بينسا وبيستقبلها هارلين بنفسه وبنلوح الساعتها ان الاثنين بيحبوا بعض من زمان جدا وبيروح بعدها هارلين وجون لمجرى وقتها بتكون قاعدة مع اختها كين في السجن وبيبلغوها ان السفيرة وصلت فبتبدأ مجرى تتوتر جدا وبتروح بعدها وبتتكلم مع هارلين على انفراد وبتطلب منه ما يتصرعوش في تسليم كين للسفيرة تروفر دلوقتي ان لما يتأكدوا الاول من سلام اتنيتها ولازم يستنوا يومين على الاقل لحد ما يطمنوا فبيقتنع هارلين بكلامها على الجانب الاخر بيكون بابا فوس في الغابة مع بوه عشان يصطاده وفجأة بيجي لهم ترماضة هوا وجيشه وبيكون معاق نابل عشان عاوز يقضي على بابا فوس وقتها بتستخبى بوه في مكان بعيد وبتسمع ترماضة وبيهدد ان هيخلص على بابا فوس الاول وبعدها بقى هيطلع على مملكة بينسا بتستحملش الاهانة اللي بتسمعها على بابا فوس وبتكرر انها تروح تخلص على ترماضة بنفسها بس بمجرد ما بتقرب منه بتنفجر الالغام اللي على الارض وبتقضي عليها وقتها بيفتكر ترماضة ان القنابل موتت بابا فوس وعشان كده بيسيب المكان وبيمشي فبيروح بعضها بابا فوس عند مكان الانفجار وبيقول له رينجر ان مع الاسف بوه ماتت ومش مباقي منها غير اجزاء من جسمها فبيروح بابا فوس وبيدفن ما تبقى منها وبيكون متأثر جدا من اللي حصل وبيكرر انها يرجع على مملكة بينسا في اقرب وقت عشان يوقف ترماضة عند حده قبل ما يدمر المملكة كلها في نفس الوقت بتعرف مجرد اللي حصل اللي بنتعي هانيواء فبتقمر بسجن جزء من رجالة شان وبتابعت جون عشان يروح يوقفهم عند حدهم بنفسه فبيروح جون عند المكان اللي بيتجمع فيه صيادين الصحرة فبيقابل القائد شان وبيتضح انهم يعرفوا بعض وده لان جون كان من اكبر صيادين الصحرة في العالم وهو اصلا اللي زرع كره المبصرين في قلب شان ده غير كمان انه دربوا على محاربتهم وقتع بقى بيقول جون خد جماعتك وبعد عن المملكة شوية بدل ما يواجه مشاكل اللي هم مش قدها فبيتعي مشان انه طلعن من سحر المبصرين وبقى واحد منهم وساعتها بيقول جون انتي كانت خدعة اختراعتها الملكة كين لانها كانت بتحب جرلة قبل ما يتجوز اختها مجرد وعشان كده حب تنتقم من كل المبصرين اللي على الارض بسبب حقدها على اختها وبيكرر نصيحته لي وبيقوله خد جماعتك وامش من مكان بدون اي خساير ولكن شان بيكون رافض كلامه وبيطلب انه يبرزه راجل لراجل والفايز هو اللي كلامه هيمشي وساعتها بتقوم معركة قوية جدا بين الطرفين وبيكون جون اقوى منه بكتير ولكن على الرغم من دوت ما بيرداش انه يموت شان لانه كان واحد من تلاميذه وبيكتفي بس بقطع ودنه وبعدها بيسيب المكان وبيمشي على الجانب الاخر بقى بتكون مجرى قاعدة مع اختها في السيد وبتقول لها كين انا عارفة انك مش عايزة تعدميني لان نختك الوحيدة وانك اخدت الطفل بتاعي كحجة لحد ما تلاقي حل وتمنعي حكم الاعدام من علي فوقتها بتحس مجرى انككشفت خطتها لكنها بتقول لاختها انت غلطانة ولازم تاخد جزائك وبعدها بتسابها وبتمشي وفي نفس الوقت بيكون كوفن بره القصر وبيسمع كلام الناس في الشارع عن كرههم للمبصرين فبيتدايق جدا وبيرجع على القصر وهناك بيروح يتطمن على خالته كين من بعد ما ولدت وقتها خالته كين بتحاول انها تأثر عليه وبتقول له انه ما عاوزين يموتوها عشان ابنها يعيش ياتين من بعدها وبسبب كلامها بيتعاطف معها كوفن لكنه ما بيعرفش يعمل لها حاجة فبيسابها وبيمشي وفي نفس الوقت بتكون السفيرة روفر مش موافقة انها تستنى اكتر من كده وبتكون عايزة تاخد كين في اقرب وقت ممكن ولكن مجرى بتقول لها ان مش هينفع تسلمها اختها الا ما يتمموا شوية اجراءات في الاول وبترجع بعدها مجرى على قضتها وفجأة وقتها بتلاقي ان بابا فوس قدامها وبتنهار جدا من العياط وبتفضل تعذبه لحد ما بيقول لها بابا فوس انه كان لازم يعمل كده عشان يحميهم وبيعرفها ان الترافينتي نوين دلوقت انهم يحتلوا بنزا ومعهم سلاح خطير جدا قادر يدمر مدينتهم في سوان وبول الاسف ماتت على ايد ترماضة بسبب السلاح اللي معاهم بس مجرى بتطمنوا انهم دلوقت في معادة سلام مع الترافينتي ده غير كمان ان السفيرة بتاعتهم موجودة هنا فبيعرفها بابا فوس ان دي خيانة منهم وبيحذرها انهم مش نوين على خير وبيقول لها لازم تقبض على السفيرة دي دلوقت وبعدها تحاول تجمع جيشها قبل ما تحصل كارثة ولكن مجرى ما بتكونش لسه مقتنعة بكلامه وبتطلب منه ان يهدى شوية وبالليل بيروح بابا فوس عشان يقبض على تروفر بنفسه بس الحراس بتوعب يوقفوه وبتقوم ما بينهم معركة وقتها بقى بتوصل مجرى وهانيمة واللي بتكون مش مصدقة ان بابا فوس رجع بخير وفجأة بتقمر مجرى الحراس انهم ينقلوا بابا فوس على القصر وهناك بتتكلم معه بتقوله ان كل حاجة تحت السيطرة ومفيش داعي ان يقلق خصوصا كمان ان كين هتتسلم للترافينتي وبكده المشاكل اللي ما بينهم هتخلص فبيسألها بابا فوس عن العرفة بارس واللي كانت بالنسباله زي والدته بالزبط فبتتوتر مجرى وبتعرفوا ان بارس ماتت على ايد اختها كين فبيغضب بابا فوس اكتر واكتر وبيروح لكين عشان يقضي عليها بس مجرى بتقمر الحراس انهم يحبسوا بابا فوس في السجن لحد ما يهدى ويقدر يسيطر على غضبه بنروح بقى بعدها رين وقت ما بتتسحب على قضة ألومان وهناك بتوعى تتكلم معاه بعيد شوية عن الحراس وبتطلب منه ان يساعدها في الحرب اللي هتقوم على مملكة بنسا لانها مش عايزة تخسر صاحبتها هانيوان واللي تعتبر من الاشخاص المبصرين القليلين على الارض بس ألومان بيقول لها ان مفيش حاجة في ايده يعملها خصوصا ان ترمضة حابس اخواته المبصرين عنده كعبيد عشان يصنعوا له القنابل فبتبدأ رين تفوق قيود ألومان وقتها وبتقوله انها تروح معاه عشان يحرروا اخواته من السجن وبعدها يبلغوا بنسا بالحرب اللي هتقوم عليهم عشان يستعدوا ليها فبيوافق ألومان وبيكرروا ان يساعدها وبمجرد ما بيخرجوا بيلون رجال الترمضة وقفين وكانوا بيتصنطوا عليهم فبتحاول رين انها تمنعهم لكنهم للأسف بيبقوا اقوى منها بكتير وواحد من العساكر بيكتفها فبيوصل ألومان وبيحاول يصريعهم لكنه بيتصاب بضربة سكينة في بطنه وبيقع ميت على الأرض ساعتها بتهرب رين بقى أسرع ما عندها على بنسا عشان تروح لهانيوان وفي تاني يوم بتكتشف مجرد انه اختها كين هربت من السجن وملهاش أي أثر واحتمال يكون فيه خيم ما بينهم هو المسؤول عن هربها فبتطلب ساعتها من جون انه يروح يدور عليها في كل مكان وبعدها بتستشير مجرى القائد جون واللورد هارلين على الكلام اللي قاله بابا فوس وان احتمال يكون بيجدد لأنه في الأصل بيكره الشعب ألترافينتي وعشان كده عاوز يفسخ معهم معاهدة السلام وبالتالي هيقضي على الشعب كله عن بكرة أبيه بس جون بيقول لها ان بابا فوس محارب مسالم وانه مستحيل ياخد قرار زي دوت ويؤمر بموت حد إلا لو كان فعلا بيشكل خطر عليهم وبالفعل بتقتنع مجرى بكلامه وبتروح لزمزانة بابا فوس ووقت ما واقعب بيتكلم مع بنته فبتقول لها انها عاوزة تتكلم مع بابا فوس على انفراد وساعاتها بتقول لبابا فوس انها مستعدة تخرجه من هنا بس بشرط انه يسيطر على غضبه ويتعمل بحكمة شوية وبتوعده ان هي هتسمع كلامه المراضي بشرط انها تتأكد ان اللي بيقوله دوت حقيقي ولا لأ فبيتعيمها بابا فوس انها ما بقتش تسق في كلامه وان وجودها مع كين خلها تتغير تماما وما بقاش عن بها قال وبيرفض انه يخرج من السجن فبتتدايق جدا مجرى من كلامه وانه لازم يسق فيها المراضي زي ما هي وصقت فيه طول عمرها اللي فات فبيتفق اخيرا بابا فوس على كلامها وبيخرج من السجن على الجانب الاخر بقى بيكون كوفم بيتمشى في المملكة فبيسمع واحد من صيادين الصحراء وبيحرض الشعب على موت اولاد المالكة مجرى وانهم لازم يعدموا اي شخص عنده نعمة البصر وبيبقى كوفم مستغرب جدا ان فيه ناس كتير قوي موافقين على كلامه لكنه ما بيديش اهتمام ليهم وبيسيبهم وبيمشي بس ساعتها بياجم عليه مجموعة من صيادين الصحراء وبيكونوا عاوزين يخلصوا عليه لحد ما بتوصل شارلوت وبتساعده من يهرب وبيكون معاها بابا فوس والكلب الوافي بتاعه ساعتها كوفم ما بيكونش مسدق ان اخيرا والده رجع وبيقوله انه اتضمر نفسيا من وقت ما حسبهم ومشي ساعتها بيوصل الخبر لمجرى ان فيه ناس حاول التموت ابنها فبتؤمر باعدام كل صيادين الصحراء اللي موجودين في المملكة بما فيهم كمان الناس المؤيدة لكلامهم بس القاعد جون بيقولها ان ده كرار متهور منها وانها بكده بتخلق حرب ما بينهم عشان كده لازم تديهم فرصة تانية وتعدم بس الاقلية المؤسسين للفكرة وفي نفس الوقت بتكون هانوة راجع على قدتها مع شارلوت وبتتفاجئ ان رين قدرت توصل لقدتها وبيكون باين عليها اثار الضرب والتعزيل وساعتها بتقولها رين على كل حاجة بخصوص ترماضة وخيانة ألترافينتي ليهم فبتروح شارلوت وبتبلغ الملكة مجرى وساعتها بتعمل مجرى اجتماع ما بين الكل وبيتأكدوا ان بابا فوس فعلا مكدبش عليهم ساعتها بتقولهم رين ان المسؤول عن صناعة الاسلحة هو من ضمن مجلس ألترافينتي واسمه ترماضة وصنع للقنابل ديت بيكونوا بساعدة اتنين مبصرين وحطتهم كعبيد عنده وهم اللي بيصنعوا له القنابل وبتعرفهم كمان ان كل اعضاء النارلس بما فيهم السفيرة عارفين باللي بيعملوا ترماضة لكنهم بيحاولوا يخدعوكم لحد ما تسلموا لهم كين وبكده هيكونوا انتقموا منكم وبشكل كامل ساعتها بقى بيقول بابا فوس انه هينتقل في تاني يوم مع عياله للسجن وانهم لازم يحرروا اخوات ألو من المبصرين وبعدها هيدمر كل القنابل اللي موجودة في المكان وساعتها طبعا مدينة ألترافينتي مستحيلها تدخل معهم في حرب طالما معهمش الأسلحة وفي نفس الوقت بيروح هارلين للسفيرة تروفير وبيكون خلاصها يخلص عليها لانها كتبت عليه بس تروفير بتقوله انه ظلمها واكيد حصل سوق تفاهم فبيعرفها هارلين على كل حاجة حصلت وان الكلام ده تقال من على لسان رين اللي هي اصلا قائدة جيش ألترافينتي فبتدفع تروفير عن نفسها وبتقوله ان ترماضة اضطرد من مجلس ألترافينتي من زمان وده لانه تشهر بقى لعيبه الخبيثة وكره الشديد لمعاهدة السلام اللي مبينهم وبتطمنه ان اعضاء المجلس كلهم معاها لكنهم مش هقدروا يوقفوا ترماضة عند حد الا لو هارلين راح بنفسه على مملكة ألترافينتي وطلب منهم تأكيد معاهدة السلام بما انه يعني ملك على بنسا فبيوافق هارلين على كلامها لان ما قدامهوش حل تاني على الجانب الاخر بقى بيقعد بابا فوس مع كوفن وبيكون معاهم الطفل الرضيع ابن كين والصدمة بقى ان الطفل دوت عينه بتكون بيضة تماما وده معناه انه مقدرش يورث نعمة البصر من والده فبيقوله بابا فوس ان دي مش هتبقى مشكلة طالما الولد هيتربعوا استعيلة ملكية المهمة على الفجر بيتضح ان كوفن هو اللي هرب كين من السجن وده لان خايف ان ابنها يبقى ياتين وما بيكونش عاوز يعرفها ان ابنها تولد كفيف عشان ما تكرهوش وزاعتها بتسأله كين انت هتعربني من المملكة امتا فبيقولها انها تفضل هنا لحد ما يعرفوا موقفهم من الحرب مع الترفينتي وبعدها بيسيبها وبيمشي المهم في نفس الوقت بتدخل واحدة للمساعدين بتوع كين وبتسلمها خنجر صغير عشان تحمي بيه نفسها وفي تاني يوم الصبح بيتم تنفيذ حكم الاعدام على رؤساء صيادين الصحر والملكة مجرى بتسيب البقية منهم بس ده بعد ما يوعدوها انهم ما ينسوا تماما فكرة كره المبصرين وانهم لازم يتعايشوا في سلام مع بعض على طول واللي هيخالف كده هيكون مصيره الاعدام زي اللي حصل مع البقيين وبتكون هاني وقتها شايفة كل اللي بيحصل وبتحس ان والدتها حكمت بالظلم وكانت المفروض تؤمر باعدامهم كلهم المهم في نفس الوقت بتقدر كين تحرر نفسها من السجن وبتموت المربية بتاعت الطفل عشان تاخده وتهرب وبالصد في وقتها بيوصل بابا فوس وبيحاول ياخد منها الولد فبتحدده كين ان يبعد عنها وإلا هتخلص على راضيها بيديها فبيصلت بابا فوس الصيف على رقابتها وبيعرفها ان مهما هربت فيقدر يلاقيها حتى لو راحت فين وفجأة وقتها بيدخل كوفن وبتشكره كين على مساعدته ليها في عروبها فبيعرف بابا فوس ان الخين اللي كان في القصر يبقى ابنه كوفن وقتها بيقول لها كوفن لازم تهرب وتسيب الولد لانت ولد كفيف فبتتستم كين جدا وبتحس ان عملت كل ده على الفاضي وفجأة وقتها بتدخل المساعدة بتاعتها عشان تهربها ولكن بابا فوس بيخلص عليها وفي نفس الوقت بتهرب كين وبترمي بنها على الارض بكل وحشية وبتروح بعدها على ورشة تصنيع الاسلحة وبتغرق جسمها كله بالوشم عشان الكلاب ما تقدرش تتعقب ريحتها وبتقدر بعدها تهرب من مدينة وفي تاني يوم بيروح بابا فوس على بيت صاحب رينجر عشان يطلب منه مساعدة في تحرير إخوات ألومان من إيد ترماضة وعالجانب الآخر بقى بيروح اللورد هارلين مع السفيرة ترافير ومروحه دوت من غير ما يدي خبر لأي حد في المملكة وبعد شوية بيوصل لبوابات ترافينتي لكنه بيدخل بطريقة مهربة من غير ما حد من الحراس يحس خوفا من إين المسؤولين يخلصوا عليه قبل ما يسمعوا كلمته وفي خلال دقايق بيكون هارلين قدر يوصل جوه المدينة وهناك بيتجمع مع كل أعضاء المجلس بما فيهم ترافير ومالك ترافينتي اللي اسمعها نيفلا وقتها بتكون مصدومة جدا هو الزاي هارلين دخل للمملكة ساعتها بقى بيقول لها هارلين على كل حاجة وبيعرفها أن ترماضة بيحاول يدمر معاعدة السلام اللي ما بينهم وأنه بيحاول يصنع حرب على بانسة واللي مخليه واسك من فوضف الحرب هي المتفجرات اللي صنعها فوقتها بتمثل نيفلا أنها مصدومة وبتروح تستدعى ترماضة قصد كل المجلس وبتسأله عن الكلام اللي سمعته من هارلين دوت فبيقول لها ترماضة بين اللي سمعته صحيح وأنه كان عمل لها مفاجأة للحرب ضد بنسة ولكن هارلين جاء وحرق لها من مفاجأة وساعتها بيختلف معاه باقي أعضاء المجلس معادة نيفلا اللي بتكون متفقى أصلا معاه في السر وساعتها بيقمر ترماضة ريجالته برمي قنبلة في المكان وبيهرب هو وتروفر والملكة من الغرفة ولكن تروفر بتسيبه وبتروح تحذر هارلين يمشي من قدام غرفة الاجتماع بس المكان بينفجر فجأة وهارلين للأسف بيتصاب إصابات شديدة وساعتها بتروح لتروفر عشان تعالجه هو بيفجئها أنه سمع كل الكلام اللي تقال في المجلس وعرف كمان أنها خدعته بكلامها فبتقول لتروفر أنها فعلا بتساعده لكنها قررت تجيبه هنا عشان يعيش في أمان وده لأنها بتحبه جدا ده غير كمان أن الحرب هتقوم على بينسا قريب والمراضي هتكون مميتة وبتعرض عليه أن ينضم ليها وأنه لازم ينسى بينسا بشكل نهائي لأنها خلاص شبهها تنتهي وبتعرفه أنها هتخليه زور مصنع القنابل بتاع بينسا وده عشان يصق فيها ويعرف أنها مش بتخدعه المراضي ومن سوق الحظ بيوافق هارلين على خيانة بينسا على الجانب الآخر بيوصل بابا فوس مع جماعته لبيت رينجر وبيبدأ يتفق مع بعض إزاي هيروحوا على مصنع القنابل بتاع ترماضة ويحرروا الأطفال من هناك وبيكون رينجر مرحب جدا بالمهمة خصوصا أنه كان ساجين عند ترماضة زمان وتعملت عليه تجارب كتير جدا خليته عايش باقي عمره في تشوهات في جسمه وعشان كده كان رينجر مستنى الفرصة دي إن هتجيله وفي تاني يوم بيتحرك بابا فوس هو فريقه على مكان صنع القنابل وهناك بيلاقي حراس كتير قوي على المبنى فبيقول لهانوة وباقي البنات إنهم يدخلوا للسجن ويجيبوا المساجين أما هو فيفضل مع الباقي عشان يخلصوا على الحراس وفعلا بينفزوا كلامها وبتدخل هانوة مع فريقها للمبنى لكنها بتتفاجئ إن في حراس كتير جدا جدا جوه فبتدخل معاهم في معارقة قوية ومن حصن الحظ بيساعدها باقي المساجين وبيقدروا أخيرا إنهم يخلصوا على الحراس اللي جوه فيدمر كل المتفجرات فبتقول لهم واحدة من الأطفال إن في بنت مسجونة في الحبس الانفرادي وإنها لازم تروح عشان تجيبها وبالفعل بتروح لها هانوة بسرعة وبتقدر تخرجها من السجن هي وباقي إخواتها لمكان بعيد بس بابا فوس للأسف ما بيلحقش من يهرب لإنه بيلاقي إنه ترمضى جاي هو وجيشه على المكان وبيكون معاهم هارلين الخين فبيدخل للسجن وبيقفل الباب على نفسه على الجانب الآخر بتوصل كين للزعيم شان قائد صيادين الصحرة وبتطلب منه الوفاء ليها هو وجيش صيادين الصحرة لإنها تعرضت للتعذيب بما فيه الكفاية على إيده اختها مجرى بس ساعتها شان ما بيكونش واثق في كلامها لإنها كانت موافقة في الأول على قرار تعيش في سلام مع المبصرين بس بتعرفوا كين إنها قالت كده بسبب تهديد اختها ليها وإنها كانت مجبرة على إنجاب طفل مبصر لكنها ما قدرتش إنها توافق على حاجة زي دي عشان كده قررت إنها تهرب من مملكة وتصيب طفلها والمفاجأة إن شان بيصدق كلامها إنه ما فيهوش ولا أي حاجة حقيقية وبيعلن عن وفاقه ليها هو وجيش صيادين الصحرة وكمان بيخلوها ملك عليهم بينرجع بقى من تاني البابا فوس وهو موجود جوا السجن وقتها بقى بيعرف ترمضى إن فيه حاجة مش طبيعية لما بيلاقي إن الباب مقفول فبيسمع صوت شيفا وهي بتقوله من وراء الباب إن بابا فوس جاي حرارهم من العذاب اللي هم فيه وساعتها بتصدم ترمضى إن بابا فوس لسه عايش وبيكون عايز يفجر المكان علي فيه لكنه بيكون معتاغت بإن الأطفال لسه جوه وبكده هيخسر الناس اللي هتساعده في صناعة المتفجرات لكنه بيهددهم إنهم يسلموا نفسهم وإلا هيهد المكان وقتها بابا فوس بيكون عارف إن ده مجرد تهديد وبيطلب البقين إنهم يستعد لهجوم ترمضى عليهم في أي وقت المهم في نفس الوقت بتكون هاني وقرجت على السين وده عشان تساعد والدها في الحر أما كوفون فبيروح يجيب أطباق إزاز وبيكسرها على الأرض وده عشان يسمع صوت رجلين الجنود وهم جايين وفي نفس الوقت بتروح شيفا عشان تسلم هاني ومسدس وكمان بتعلمها إزاي تستخدمه وبعد شوية بيعلن ترمضى إنه هيقطح من مكان فبيستنى بابا فوس ورينجر على الباب وبيبدأ يخلصوا على الجنود واحد وراء الثاني وفي كل هدوط وبعدها بيستدرك جزء منهم جوا غرفة وبيقطعهم بالصف اللي معايا أما بقى في المكتبة فبتشغل هاني وراديو كان موجود قبل نهاية العالم وبتخلي الجنود يروح على صوت الأغاني وساعتها بتستناهم عشان يتجمعوا كلهم في مكان واحد وبتنزل على دماغهم بمترقة عملاقة جداً وبتخلص عليهم وكمان بتساعدها شيفا بالمسدس اللي معاها على جانب الآخر بقى بيروح كوفون عشان يخلي الجنود يجروا وراء لحد ما بيوصلوا لقوضة مليانة مية وساعتها بيرمي سلك كهرباء في المية واللي بيخلي كل العساكر يموتوا في سوان ساعتها بيسمع ترماضة اللي بيحصل لجنوده فبيعرف انهم غالباً كده خسرانين فبياخد ما تبقى من القنابل وبيعرف بيها بسرعة من المكان وساعتها بيروح هارلين وبيكتم نفس تروفر وبيقول لها انه ينقص حياتها زي ما هي انقذت حياته وبعدها بيصفر هارلين بريتما معين وبيخلي رجالته يقضى على الحراس الباقيين من ألترافينتي وساعتها تروفر بتهلل ان هارلين خداعها وبتحاول تموته لكنه بيسبقها وبيموتها هي الأول وبيكون منهار جدا من الحزن عليها لانه بيحبها وفي نفس الوقت بينجح بابا فوس انه يقضى على كل الموجودين وبتروح شيفا وبتعرف ان ترماضة للأسف اخد كل القنابل في المكان وبعدها هرب فبيروح يصب بنزين في المكتبة عشان يحرق كل الكتب اللي فيها وده لان العلم كان هو السبب في صنع الأسلحة والحروب اللي حصلت ما بين البشر في الماضي وهو السبب في تدمير العالم دلوقتي بس هانوة بتحاول تمنعه لانها بتحب الكتب دي جدا وكمان كانت عايزة تستفيد بيها ولكن بيمنعها أخوها كوفون وبتشوف هاني والمكتبة بتتحرق وبتكون منهارة من العياد وبعدها بيهرب الكل من المكان قبل ما ينفجر بيهم ساعتها طبعا بتكون هاني وزعلانة جدا بسبب اللي حصل ولكن بتجالها شيفا وبتعرفها ان مش دا المكان الوحيد اللي كان فيه الكتب ولكن فيه أماكن كتير جدا زي فبتفرح هانوة وبتكرر تستنى الوقت المناسب عشان تروح للأماكن دي عالجانب الآخر بتقول مجرى لجون انه أسرتها تأخرج جدا وهي قلقانة عليهم وبتطلب منه يبعد قافلة عشان تدور عليهم فبيروح معها جون عشان يتكلم على العساكل لكنه بيلاقيهم كلهم ميتين على الأر وبيعرف ان العمل فيهم كده هم صيادين السحرة عالجانب الآخر بقى بيكون بابا فوس مع هارلين والباقيين من الغابة وبيكونوا في طريقهم لمملكة بنسا بس بتبقى فيه مشكلة ان المسافة هتكون كبيرة جدا عليهم وبكده للأسف مش هيلحاقوا يسبقوا ترماضة على هناك بس فيه حل برضه انهم ممكن يعدوا من طريق مختصر لكنه بيكون خطر جدا عليهم لانه مليان بالعصابات وقطاع الطرق فبيقول له بابا فوس انهم هيمشوا من الطريق المختصر وانهم هيا يقدروا يسيطروا على قطاع الطرق طالما انهم عرفوا يخلصوا على جنود طرماضة وفعلا بيمشي الكل من نفس الطريق ولكن بيطلع عليهم مجموعة من البلطجية ومسلحين وللأسف بيخطفوا هانيو و هارلين وساعتها بابا فوس ما بيكونش عارف مين الناس دول ولا مكانهم فين فبيؤمر كوفون انه يروح في اسرع وقت على بنسا وانه لازم يبلغ والدته مجرى بخبر الحرب اما بقى هو فهيفضل هنا عشان ينقذ هانيو و هارلين على الجانب الاخر بقى بتكون مجرى عرفت انه اختها كين هيربت وقدرت كمان انها تاخد جيش صيادين الصحرة في صفها وده خلاها تندم انها مخلصتش عليهم كلهم من البداية المهم في نفس الوقت بيكون ترماضة في طريقه المملكة بنسا لكنه بيلاقي كمين على الطريق من جيش صيادين الصحرة هو اللي بيوقفوه وبياخدوا الجنود بتوعه كأسرة وبياخدوا كمان القنابل اللي معاه اما بابا فوس فبيكون بيتتبع اثار العصابة اللي خطفت بنته هانيو وحركتهم سريعة ولكن بابا فوس ما بيصدقش كلامه لان النوعية دي من الناس انتهت من زمان ولكن مع الاسف بيكون كلام رينجر كله صحيح لان هانيو اول ما بتفوقه من الاغماء بتلاقي نفسها موجودة في مكان جوا ناس كتير قوي عملين ياكلوا الحوم البشر قدام عينيها فبتقول لهارلين بصوت واطي على اللي هي شايفها ولكن هارلين بيعرفها انها تتكلم برحتها لان كده كده الجماعة دولت ملهمش لغة ولا بيفهموا بعض وكمان ما بيعملوش اي حاجة في حياتهم غير انهم ياكلوا الحوم البشر وبس المهم في نفس الوقت بتقعد كين مع ترماضة وبتبدأ تعرف عن اهمية السلاح الخطير اللي معاه وساعتها بتقول له ان هدفهم دلوقت بقى تقريبا متشابه انهم لازم يضمروا بينسا وعشان كده بتقرر انها تطلق صراحه وترجعوا للأسلحة بتاعته لأ دي كمان بتمدوا بكل الجنود اللي معاها وده عشان يتحدوا مع بعض ويضمروا بينسا في اسرع وقت ممكن لكنها هتعمل كده بشرط ان يخليها مالكة على الألترافينتي وكل البلاد اللي حواليها زي ما كانت في الأول وطبعا ترماضة بيوافق على كلامها مع هذا القائد شان اللي بيكون رافض انه يتحلف معاه وساعتها كين بتطلع صفة وبتغرسه في جسم شان وبتقضي عليه وده عشان ما يبقاش فيه حد عايش ومخالف لأوامرها وقتها بقى هانوا بتفكر في طريقة عشان تهرب بيها من مكان لكنها بتلاقي ان هارلين نجح ان يفك نفسه وانه راح يصارع كل أكلين لحم البشر اللي موجودين في المكان وساعتها قدر انه يقدع عليهم لكنه بيتصاب إصابة قوية جدا في جسمه وبسبب الإصابة ديت بيفضل ينزف كتير ورغم كل دوت راح عشان يحرر هانوا من قيودها وقتها بيكون وصل بابا فوس على مكانهم بس للأسف بعد فوات الأوان وفي اللحظة ديت بيوصي هارلين على مملكة بينسا وبيعرفوا انه هو الوحيد اللي هيقدر ينقذ الوضع هناك وبيسلم بعدها لهانوا مفتاح وبيطلب منها انها تديل والدتها مجرى لانه هيساعدهم جدا وبعد دقيق بيكون هارلين خلاص مات فبيكمل بابا فوس في طريقه البنسا هو وبنته هانوا وفي نفس الوقت بيوصل كوفون على بوابة بنسا فبيعرف الأفخاخ بتاع كين اللي موجودة على الطريق وبعدها بيسلموا للملكة ساعتها بتقابله خالته كين وبتشكره جدا على مساعدته ليها على الهروب هو اللي بسببها هيفضل عايش ومش هتموته لكنها هتسمح له بكده عشان بس يشوف أهل وقريته بيتدمروا قصاد عينيه وقتها بيكون كوفون في حالة صدمة ومش قادر يستوعب اللي بيسمعه هو بعد شوية بيستعد جيش كين في الهجوم على بنسا وبيتم رمي المتفجرات بالمنجانيق على المملكة ووقتها بتكون مجرى هي وجون وقفين وبيكون الانفجار دوت قريب منهم بدرجة كبيرة جدا لدرجة ان مجرى بتقع على الأرل فبيلحقها جون بسرعة وبيدخل بها الأصر ولكن الأصر للأسف هو كمان بيتم قصفه وساعتها بقى بيوصل بابا فوس على المكان لكنه بيعرف انه تأخر جدا ووقتها بيكون كوفون شايف كل اللي بيحصل وبتكون جات له حالة روح بيسترية بسبب تدمير مملكته بأهلها وفي الوقت ده بيقدر بابا فوس يلحق مجرى من تحت الأنقاض وساعتها كين بتطلب من ترماضع انه يوقف اطلاق القزائف لحد ما مجرى تعلن استسلامها وتديهم المملكة سليمة هي والمؤم بتاعتها وأخيرا بعد شوية بتقدر مجرى تفوق ومن حصن حظها بتكون اصابتها خفيفة جدا وساعتها بتسلمها هانيوة المفتاح للدهولها هارلين وبتعرفون ده تبع صندوق معين موجود جوا الأصر فبتروح عشان تدور عليه لحد ما بتنجح هانيوة تلاقيه وبيكون الصندوق ده جوا خراية معينة واللي بترمز لنفق سري موجود تحت المملكة فبتعرف مجرى ان هارلين كان عامل حساب على وقت زي كده وعشان كده صنع نفق في السر لحماية سكان المملكة وساعتها بتدي أمر للباقيين انهم يجمعوا السكان على النفق وهي هتروح عشان تستنيهم عند الباب في نفس الوقت بقى بتكرر كين انها تحرر كوفون وبتبعت معار سالة لأم مجرى بتطلب فيها انها تتنازل عن العرش وإلا بقى هتضمر مملكتها بالكامل وطبعا مجرى مش بتوافق وبتفضل متمسكة بحكمها وبيروح بعدها كوفون عشان يجيب الطفل الرضيع من قدته واللي من حصن الحظ كان بعيد عن اطلاق القضائف وبعدها بيهرب مع أسرته وباقي الشعب عن طريق الأنفاء وساعتها مجرى بتبدأ تقول شعبها كلام محفز وانهم لازم يتمسكوا وما يخافوش من الحرب أبدا وأثناء مواما ماشيين بيكتشفوا ان بابا فوس خرج من نفق في السر وده عشان يروح ينتقم من كين وترمضى بنفسه وبيبدأ يجهز للحرب مع الكلب بتاعه لكنه بيتفاجئ ان صاحبه رينجر مستنيه على البوابة لانه كان عارف ان هيروح يحرب لوحده ساعتها بقى مجرى بتكون قلقنا جدا على بابا فوس بس بيعرفها لقائد جون انها الملكة ولازم توصل شعبها لبر الأمان وفي نفس الوقت بيكون بابا فوس موجود مع رينجر وبكل هدوء بيموت الحراسل على البوابات المملكة من غير ما حد يحس وبيعدي وقت بسيط جدا والملكة كين ما بتكونش يلاقيه اي رد من مجرى فبيعرف ترماضة من جنوده ان مفيش حد في المدينة وان اكيد فيه ناس من رجالاتهم ماتوا وقتها بتستنتج كين انهم هاربوا من الأنفاق فبتقمر جنوده برمي المتفجرات على النفاق وفي نفس الوقت للأسف النفاق بيتدمر على الشعب فوق دماغهم لذروية ان كوفون كان هيموت تحت الأنقاض لكنه في النهاية قدر يهرب على آخر اللحظة وفي نفس الوقت بابا فوس بيفضل يموت في الجنود لكنه بيسمع صوت قصف النفاق وبيقرر وقتها انها يروح على ترماضة بنفسه عشان يوقف اللي بيحصل في الوقت ده بقى قررت مجرى قرار مميت جدا انها هتروح تقابل كين بنفسها وتعلن استسلامها وطبعا كين بتكون مستني الرد دوت بفارغ الصبر وده بعدما للأسف اتضمرت أرضها ومملكتها وساعتها مجرى بتحدن اختها كين وبتعرفها ان عمرها ما كانتها تموتها وانها كانت بتتمنى طريقة يعيشوا فيها بسلام مع بعض لانها اختها الوحيدة اللي فضلت جنبها من طفولتها على الرغم بقى من الصراع اللي حصل بينهم واستمر الاسنين وقتها بتتأثر كين جدا وبتفضل تغيط وبتكون ندمين على كل اللي عملته وبتقول لأختها انهم لازم يلاقوا طريقة يصلحوا بيها العد وساعتها مجرى بتاخد الخنجر اللي مع كين وبتتعانها بيه في رقبتها وبتقع كين على الارض وهي ميتها وما بتكونش مصدقة ان اختها مستلت عليها عشان تموتها ساعتها بنلاحظ كين بتحضن اختها وهي بتحتضر على الرغم ان هي اللي ماتت على قديها في اللحظة دي بقى بيسمع ترماضة اللي بيحصل فبيقمر جنوده انهم يخلصوا على مجرى بس وقتها بيوصل القائد جون وبيصد الجنود وبييجي بعدها البقين وبيوقفوا قصف المملكة ساعتها بقى بيكون بابا فوس وصل هوا ورينجر واللي بيكون جاي عشان ينتقب من ترماضة فبيحجم عليه لحد ما بيقع هم الاتنين على حقل الالغام في الارض وبتنفجر الكنبلة وقتها في ترماضة لكنه في النهاية بيفضل لسه حي فبيروح رينجر وقتها وبيغرز السكينة في عينيه وبيخلص عليه وبيموته هو متشوه زي ما عمل فيه زمان اما بقى بابا فوس فبيروح هو هانيوة عند مغزن المتفجرات وبيطلب منها انها تحمي ظهره بالاسهم اللي معاها وبعدها بيطلع فوق المتفجرات المتبقية وبيفتكر كل ذكرياته مع عائلته وبيسمع صوتهم لاخر مرة في حياته وفي النهاية بيضرب المتفجرات ديت وبيخليها تنفجر بيه وبيكون معاها باقي جيش صيادين السحراء وبكده بتنتهي الحرب وبعد فترة بيتم اعادة بناء مملكة بنسا وبيكونوا لكل وقتها عايشين في امان اما مجرى فما بتنساش موت جزهة بابا فوس واللي ضح بحياته عشان حمايتهم لدرجة انها بتعمله تمثال كبير باسمه وبيكون عليه قصته انه هو البطل اللي خلى مملكة بنسا موجودة لحد دلوقتي وساعتها بتعمل اجتماع طارق بمملكة بنسا والترافينتي وبيكونوا عايزين ينهوا الحرب اللي ما بينهم بعد الخسائر اللي وصلوا لها وساعتها بتتم اخيرا عمل معادة السلام ما بينهم وللأبد اما بقى كوفون فبيبقى هو الملك عم مملكة بعد موت اللورد هارلين وهاني وقتها بتكون خلاص زيقت من الحرب وبتحاول تلاقي اي طريقة عشان تمشي بيها من المملكة اعتخاضهم منها ان ده مش مكانها المناسب لحد ما فيهم بتجي لها رسالة من صحباتها شيفا وبيكون جواها خريطة لمكان بعيد فبتكرر انها تسيب المدينة ديت مع صحبات هارين وبيروحوا بعدها على مكان الخريطة اللي معاهم مع هذا كوفون اللي بيرفض انه يسيب المملكة وبيبقى تقريبا هو الممصل الوحيد اللي عايش فيها وبيكرر روقتها قرار صادم جدا انها يضمر حسة البصل اللي عنده وده عشان ما يحسش انه مختلف عن الباقيين وبعد فترة بتوصل هانيوارين على مكان الخريطة هو اللي بيكون في قلب مدينة نيويورك في امريكا هناك بقى بتلاقي مكتبة عملاقة اكبر من اللي بابا فوس حرقها وبيكون فيها اشخاص مبصرين كتير جدا وبيرحبوا بيها هيا وصحبتها وبنعرف ساعتها ان اعراض مرض العامة بدأت تنقرد والمبصرين خلاص هيرجعوا يسيطروا على العالم ويعمروا من جديد وبيخلص المسلسل لو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة